هو طبعاً ليش الناس تعزف عن هذا التخصص وتروح لتخصصات الصيدلة والطيب وإلى آخره هذه المجالات فيها مجالات عمل سواء كان بالقطاع العام أو القطاع الخاص إما تعينات مركزية طيب ونفط أو خلني نقول يعني يطلع تحليلات مرضية يروح يفتح له عيادة يفتح له مختبر يفتح له إلى يعني أكو مجال عمل سواء كان بالقطاع الحكومي أو بالقطاع الخاص أما يعني التعليم التقني والمهني مع الأسف الشديد أنه في الفترة أو بالآمنة الأخيرة وهذا معنية عن الحكومة أنه توفير بيئة مناسبة وتوفير فرص عمل لهذا القطاع الخاص ولكن أنا أستطيع القول أنه في مستقبل الحكومة يعني التعينات القادمة هي ليست تعينات في هذه المجالات تعينات راح تكون بالتعليم المهني والتقني ليش لحاجة وأساسات الدولة الوزارات والدوائر والمحافظات لهذه الطبقة أحكي أنا كقطاع حكومي راح نحتاج هذه الطبقة وستقتصر التعينات في قادم الأيام في السنوات القادمة على التعليم المهني والتقني ولكن هذا لا يكفي لابد أن نعمل كدولة كبرلمان كحكومة من أجل تهيئة مجال عمل في القطاع الخاص لا سيما ونحن في موازنة 23 وضعنا 1 تريليون من أجل صندوق الاستثمار والتنمية من أجل دعم القطاع الخاص لابد أن يكون هناك برنامج عمل خاص وصندوق عمل ووضعنا صلاحية لرئيس الوزراء من أجل إنشاء صناديق لهذا الموضوع